كم كان هذا القتال رائع لكن هل توجب إيقافه في الجولة التاسعة؟ هذا السؤال المحير وكذلك ما هي الخطوة التالية لفوري ويوسك أيضا؟ حسناً أنا سأعطي رأيي في كل هذا ستتفاجأون والكثير سيخالفون الرأي بخصوص ما الذي سيفعله يوسك تالياً لكن أولاً لنتحدث عن النزال لأن هذا ما كنا نتوقعه من قتال وتنافس على جميع الأحزمة صحيح؟ الشباب أظهروا الكثير من الشجاع وقوة القلب والعزيمة أيضاً خلال كل الجولات وأخيراً لدينا بطل بلا منازع بعد عشرون سنة وهذا بالمناسبة غارب للغاية كيف استغرقنا كل هذا الوقت؟ نحصل على بطل دون منازع وهذا دليل على السياسة السيئة في الملاكمة على كل أنا لم تكن لدي أي فكرة لمنحن هذه المباراة في الجولات الأولى قام فيوري بآداء جيد وفي لحظة ما في الجولة الخامسة أو هي السادسة مكن من إيذاء يوسك بلكماتي جسم وتسديد الأوبركوت وكنت أقول واو الشخص الضخم سيقوم بهزيمة الشخص الصغير وها هو فارق الحجم يظهر وبدأ يوسك في التراجع ويستعمل ساقه الخلفية وهذا لم يفعله في الجولات السابقة وقلت نعم هذا هو فيوري في القمة الآن يبدو في غاية الاسترخة وها هو يقوم ببعض الاستعراض لكن مع ذلك الجولات كانت متقاربة حتى وصولنا للجولة التاسعة تلقى فيوري لكمة قوية يسارية وانتهى قضي عليه نعم هو لا يزال واقف لكن يداه في الأسفل وكان يتأرجحه في الحلبة ويوسك كان يضغط عليه أكثر محاولا لكمه مجددا ليسقطه أرضا وبالفعل تمكن من لكمه عدة مرات والحكم كان يتمعه من قريب وانا قلت اوه انتهى القتال وهو تلقى لكمة أخرى وخمنت هذا القتال انتهى ولن يتمكن فيوري من تجاوز هذا رغم أننا رأيناه سابقا تلقى لكمة قاذية من وايلدر لكنه تمكن من المواصلة وهذا ما يجعل من الصعب إسقاطه لكن مع يوسك كانت يداهي في الأسفل وقفز الحكم بينهما وبدأ في العد التنازلي قلت في نفسي لماذا بدأ في العد وفيوري لم يسقط أرضا ولماذا لم يترك يوسك ينهي القتال ويسقط فيوري تماما لماذا أوقف القتال بهذه الطريقة فبحثت في قواعد الملاكمة والأمر أنه إذا أبقت الحبال الملاكم وقف بعد لكمة قوية يعد هذا لكمة قاذية لذلك الحبال والحكم قاموا بإنقاذ تايسون فيوري والكثير من الناس منهم فريق يوسك جن جنونهم لما ما فعله الحكم لكن أظنهم لم يقلقهم هذا الأمر بعد انتهاء النزال فقد ذهب الأمر لصالحهم وتمكن يوسك من الفوز وقبل أن أخبرك ما الذي يجب أن يفعله تاليا فهناك بونت في العقد ينص أنه سيعيدون المباراة في صورة ما فيوري أراد ذلك وبعد القتال فيوري قال نعم لنفعلها مجددا لنفعلها في أكتوبر وليأكون صريح إن حدث هذا أتوقع أن نساهد نفس نتيجة هذا النزال فأنا أعتقد أن يوسك لديه أحد تلك الأساليب نعم واحدة من تلك الأساليب نعم كما سمعت وهو أسلوب فريد من نوعه وهذا أسلوب صعب لكل خصم يقف أمامه ومن الصعب إيجاد الخطة المناسبة مثل لوماتشينكو وهو أسطورة أوكرانية أخرى كيف من المفترض التجهيز ضد هذا الأسلوب أعتقد أن هذه مهمة صعبة لفيوري وكما قلت كان أداءه جيد في الجوالات الأولى لكن يوسك فعل ما يجب أن يفعله كل ملاكم محترف مرة أخرى أجمعت لكن لا 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 يستطيع الجميع فعل هذا فما فعله هو التكيف في الحلبة عندما كان تحت الضغط وعندما تلقى لكماة الجسم وتلك الأوبركوت وعندما تضررت عينه فهو تكيف وقام بالتغيير وهذا يفعله فقط أفضل الملاكمين في العالم مثل محمد علي أو لينيكس لويس وحتى فلاديمير كليتشكو فعل ذلك أيضاً حيث يمكنهم التكيف في الحلبة في أي وضعية يتم وضعهم فيها حسناً ما الذي أظنه يجب أن يفعله بطل العالم في الوزن الثقيل دون منازع حسناً هناك خيار أو اثنان يمكنه فعلهما ولا أظن أن هناك ثالث الأول يمكنه القبول بمباراة أخرى في أكتوبر وكما قلت أظن أن النتيجة نفسها وسيحصل على العديد من الملايين ينهو البطل دون منازع ويعيدها مراراً وتكراراً أما الخيار التالي هو التقاعد فقد كان البطل دون منازع في الكروزر ويت والآن هو البطل دون منازع في الوزن الثقي وسيكتب التاريخ أنه كان من أعظم الملاكمين على مر العصور من ما تقاعد الآن ولأكون صريح هذا حسب رأيه ما يجب أن يفعله لسبب واحد فإن قاتل فيوري مرة أخرى وانتهت أمر كما رأينا في النزال الأول فلا نعلم ربما هناك حكم سيقول لنعطي هذه المرة لفيوري وتحصل مباراة ثالثة وسيتوجب العودة إلى السعودية ويحصلون على الكثير من الأموال هناك فالأموال هناك لا تصدق إن قرر حكم إعطاء المباراة التالية لفيوري عندما سنرى نزالاً كما رأيناه الآن فأسطورة يوسك وما فعله سنرميها من الشبك لكن السعودية لديهم كل تلك الأموال والتي أشعر أنها ستتمكن من إعادة حصول هذه المباراة وسيفعلون فإن قال يوسك لا أنا لن أقاتل وأريد التقاعد فسيقترحون خمسون مليون وقال أيضاً لا لن أقاتل سيقولون حسناً سنعطي كمئة حينها سيقول أوه هل فهمتم قصدي؟ فهم يملكون كل تلك الأموال لفعلها وأنا أعتقد أنها ستحدث هذا شبه مؤكد لكن الآن هو البطل في الوزن الثقيل دون منازع فما هي رتبة يوسك الآن بين عظماء الملاكمة على مر العصور متخيل إن قاتل محمد علي من سيفوز؟ حسناً لدي فيديو أقوم بتحليل تايسون فيوري وألكساندر يوسك النافس محمد علي من أعتقده سيفوز وشاهد هذا الفيديو بمجرد ضغطك هنا وشاهد من سيفوز بين كل هؤلاء الأبطال